السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي علامات ضعف النظر؟ هناك العديد من العلامات المختلفة بداية من الممكن هذه العلامات أن تظهر على الأطفال أو كبار السن فتطبق على أذكال الأعمار المختلفة بداية قد نلاحظ انحراف العين بشكل عام للداخل أو الخارج ممكن أن يكون الانحراف طبيعي ولكن إذا تغير مع مراحل العمر المختلفة من الممكن عدم القدرة على تثبيت العين على الأجسام ومتبعتها عند تحريكها ومن الممكن أن نلاحظ الفرق أو الحق المتكرر للعينين ومن الممكن كثرة الدموع ورمش العين باستمرار عملية الرمش تكون مستمرة وأيضا ممكن إمالة الرأس عند محاولة التركيز فهذه أمور عافوية من الممكن أن تخرج لديك وأنت لا تدري وأيضا إحمرار وتورم العيون وأيضا من الممكن أن نلاحظ حساسية للضوء بشكل كبير وضعف للنظر عند وجود إضاءة قوية جدا فبالتالي تؤدي إلى ضرر بالعينين وأيضا الإغلاق المتكرر للعينين كما ذكرنا إليه عبارة عن الرمش وأيضا نلاحظ الجفن من الممكن أن نلاحظ إحمرارا شديدا لديه وأيضا من الممكن أو الأرجح أن نلاحظ ضبابية بالرؤية بشكل كبير جدا ومن الممكن أن نلاحظ عدم تماثل حجم العينين بنفس الحجم فمثلا نرى عينا أكبر من عين أخرى فهذا من الممكن هو أحيانا يأتي بسبب خلقي يكون من طبيعة الولادة أو من طبيعة الخلق فإذا ظهرت تغير حجم العينين مع فترات متقدمة من العمر فعليك مراجعة الطبيب